بوتين يكرم مجرمي الحرب منذ بداية الغزو الشامل لأوكرانيا منح الرئيس الروسي اللقب الفخري الحرس إلى 11 فوجاً ولواءاً ويتم نشر المرسيم المتعلقة بذلك على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية في الوقت ذاته تم توجيه اتهامات لتلك التشكيلات التي حصلت على التكريم بقصف المناطق السكنية وارتكاب القتل وممارسة العنف والسرقة في أوكرانيا وتحديداً قام لواء المشاة الخامس عشر المنفصل والذي أصبح في التاسع مايو لواء حرس بإرهاب المدنيين في إقليم تشيرنيهف أثلاء الاحتلال وتورط لواء المشاة الرابع والستون في مذابح بوتشا وبعد تكبدهم خسائر كبيرة بدأ جنود تشكيلات الحرس التي تم تكريمها حديثاً برفض المشاركة في الحرب بشكل جماعي إن أفراد الوحدة المدركين لصدى الأحداث في بوتشا والمسؤولية عن الجرائم المرتكبة يعرضون بشدة العودة إلى أوكرانيا لكن القيادة الروسية تتجاهل هذه المشاعر وتهددهم بالمحكمة في حال رفضهم مواصلة المشاركة في الأعمال العسكرية في سبيل معافاة صفوف الجيش الروسي التي بدأت تنضب بشكل ملحوظ بدأت السلطات الروسية بإشراك السجناء في الحرب وعلى أمل الإفراج المبكر يوافق هؤلاء المجرمون المدنون على الذهاب إلى الحرب في أوكرانيا بالنسبة للسجناء فيوجد عدد كبير منهم في روسيا حيث يوجد في الحجز أكثر من أربعمائة ألف سجين وعلى ما يبدو قررت السلطات أيضا استخدام هذه الموارد فمن المعروف أن أعضاء من الشركة العسكرية الخاصة ممثلي فاغنر ورئيس هذه الشركة يفغيني بريغوجين كانوا يقضون أحكاما في بعض المؤسسات الإصلاحية في مناطق مختلفة من روسيا حيث قاموا باختيار وتجنيد السجناء في تلك المؤسسات أكد الناشط الحقوقي الروسي بلاديمير أستيشكين في مقابلة مع قناة فريدم إرسال المجرمين المدانين بموجب أحكام صعبة إلى الجبهة وشدد على أن هؤلاء المجرمين يتميزون بالقسوة الشديدة رؤساء الزنازين أنشطاء المدانون الذين كانوا يتعاونون بشكل وثيق مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وخدمة السجون الفيدرالية ويشاركون بتعذيب الروس في الزنازين الضغط تم نقلهم الآن إلى الأراضي المحتلة بحيث يطبقون كل هذه الفضاء على أسر الحرب بما في ذلك الجنود الرافضين للخدمة العسكرية كان كونستانتين تولينوف أحد هؤلاء المجندين وصفته وسائل الإعلام الروسية بالبطل وخصصت له برنامجا كاملا إلا أن تولينوف الملقب بالأحمر لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها ذكره في وسائل الإعلام فقبل بضع سنوات تم ذكره لصلته بالتعذيب المنهجي في مركز اعتقال الروسي تم تجهيز السجناء النشطاء بعلامات تعرفية وقمصان كتب عليها أوفسين يدين أكتف يقومون بتعذيب السجناء بوحشية وضربهم وإجبارهم على كتابة اعترافات وتجريم الذاتي وتشويه سمعة الغير وفقا لموقع فانتانكا فإن الشاب الموشوم بصليب كونستانتين تولينوف الملقب بالأحمر يلعب أحد الأدوار الرئيسة في هذا النشاط وهو يبلغ من العمر 23 عاما ويظهر بشكل متقطع خارج السجن فيما يتعلق بتولينوف غطى موقع غولاغانيت هذه القصة بشكل مفصل وكان يقضي عقوبة السجن في منطقة لينغراد وكان يسمى بيكابو المطور كان تحت رقابة الإدارة وبتوجيه من إدارة هذه المؤسسات كان يضرب ويعذب ويهين السجناء الآخرين الدعاية فقدت مصداقيتها لاستخدامها مثل هذه الشخصية كبطل المزعوم وفقا لمعلومات نشطاء حقوق الإنسان الروس تم تجنيد أكثر من ألف سجين من المؤسسات الإصلاحية في روسيا الذين تم إرسالهم إلى أكثر المناطق اضطرابا مع القليل من التدريب أو حتى بدونه